اوكي عام شان عملية الريكوردينج وصلتكو المسيج يا شباب وصلت مسيج الريكوردينج آه وصلت تمام الله يعطيكو العافية نكمل مشوارنا محل ما انتهينا المرة الماضية اذا بتتذكروا قلنا الخوارزميات من ناحية الكمبليكسيتي تقسم الى نوعين اما بتكون polynomial time or non-pronomial time وممكن من ناحية استهلاك الespace تقسم كمان الى نوعين ممكن تكون greedy algorithm or non-greedy algorithm الغريدي اللي بتوكل الذاكرة او الجشعة منسميها والnon-greedy اللي ما بتوكلش الذاكرة وقلنا دائما وابدا في عملية compromisation between the space and time احنا بصراحة راح يكون المين concern تعنا او الهدف تعنا الرئيسي هو time complexity ورمزنا لها بالرمز big O big O لما نقول الان complexity big O of one معناها constant معناها بالنسبة لاستهلاك time وحدة بالنسبة للCPU المستهلك وحدة زمن واحدة فقط يعني بنقدر نقول انه zero time ما فيش عندي اي دليء اطلاقا الان يليها log n يليها log n log n بتيجي اكبر من واحد logarithmic تمام ولا لأكبر من log n اللي هو n اللي هي من سميها linear الخطية طبعا اكبر شوية linear logarithmic n log n وطبعا راح نشوف انه في عندنا مسائل بتطلع n log الان كيف طلعت n log الان هذا الحكي راح نشوفه من خلال البرمج طبعا لما نقول n to the power b و b اكبر من واحد ليش اكبر من واحد مين بقول لي لانه لو كانت b واحد شو بنرجع بنرجع للlinear الخطي والlinear هو بالنهاية كثير حدود لكن من الدرجة الاولى لكن هون polynomial time polynomial time معناها ان تربيع n to the power 3 squared or cubic or quadratic الان الExponential الExponential بتيجي a to the power x او b to the power n طبعا n بدها تكون big number و b بدها تكون اكبر من واحد لانه لو كانت واحد بترجع عندي big of one اللي هي الconstant تمام الفكتوريال كمان هذا ايش non polynomial time لغاية هون polynomial time هون polynomial logarithmic اقل من polynomial تمام الان لو شفنا هذا على المستوى d car t نشوف كيف التغير اللي بيصير لاحظوا يا شباب الان لما نقول big of one شو بتكون هذا خط مستقيم اللي هو شايفينه n الاحمر طبعا هون بدنا ناخذ input size n والrun time complexity العلاقة اللي بتربط ال input size اللي هو حجم البيانات حجم ال data اللي احنا منعالجها والخوارزمية والrun time من الخوارزمية ممكن تكون الخوارزمية ماشية على شكل ايش على شكل لينيار الخط الاحمر الكل شايفه طيب هل من الممكن يكون time للخوارزمية اقل من n نعم ممكن يكون عندي واحد big of one او look of n تمام look of n كيف جاي تبدأ تصاعدي بعدين تمشي steady نوعا ما بس اقل من ايش اقل من n ملاحظين اقل من n هاي اللوغارثميك الان لو قلنا n لق الان تيجي اكبر من n هاي طبعا هون n لق الان كيف طالعه طالعه لفوق تمام ولكنها قريبة نوعا ما الى n الان لما نبدأ بالبولونوميال n تربيع n قوة ثلاث n قوة أربعة كيف رسمتها رسمتها تصاعدي زي ما انتو شايفين هاي n تربيع بجنبها هون شو n تكعيب طيب الان 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 الى هو constant مثلا على سبيل المثال لو اخذنا 2 to the power n بغض النظر ممكن تكون 2 3 4 5 مش مشكلة المهم ان الان الان جاي لان وان قاعد بتكبر كل ما كبرت n كل ما صار ايش اعلى بكثير من n تكعيب n to the power 2 هذا مفروغ منه الان الان ال 2 to the power n بيجي كل ما ضفت حد ولو بسيط بتلاحظ انه ايش الكمبليكسيتي او الرن تايم بتصاعد بشكل كبير جدا لاحظوا كيف العلاقة الكمبليكسيتي بالرنين تايم اللينيار n يعني لما يكون عندي الالغوريثم بيقوف n يعني انا بالنسبة لي ما بعتبرهاش البست لو انزلت على n مثل unlock الان او big of one انا بالنسبة لي بعتبرها افشيط لكن اذا كانت unlock الان اوكي مقبولة لان n تربيع باعتمد على المسألة بجوز ما اقدرش اخفض لان او unlock الان هذا باعتمد على المسألة وكيف انت بدك تعمل الخوارزمية بحيث انه تصير ها تقترب قل من n يعني جاية في المنحنيات هاي log الان واذا بدنا تيجي على الواحد تيجي هون على المنطقة هاي بتكون ماشية steady او constant اذا لاحظوا بالنسبة للكمبلكسيتي هون تتنازل او خلينا نقول بتتصاعد تصاعدي الconstant معناها zero يعني ما في تقريبا وحدات زمن log الان اللي اكبر الان n log الان اكبر n to the power b اكبر b to the power n اكبر n فاكتوريال اكبر الجميع وهكذا كل ما ابتعدنا عن البولونوميال تبدأ تتصاعد معنا الكمبلكسيتي واضح يا شباب لو سألتكم سؤال بناء عليه سؤال سؤال بدي حطه هون الان هاي عندي بدي اكتب b go of n to the power n factorial هاي وين مكان هلو بدي ارسمها عالم الحنى فوق l big o of n طبعا فوق l big o of n لا وفوق مين كمان big o big o of n go b هاي 2 the power n على ايش صح ولا لا قاعد بتتصاعد اعلى من هن كلهن طيب هاي big o n قوة n factorial خيلين قديش الكمية انتم متخيلين n قوة n factorial الكمية راح تكون هائري جدا اعلى بكتير من 2 to the power هاي اصلا very high complexity very high complexity تمام اذا هل تتواجد معي مسائل ممكن تعطيني هاي complexity سؤال بدأ اسألك ايا لو خذنا problem مشكلة الشطرنج مشكلة الشطرنج كلياتكم بتعرفو تلعب الشطرنج صح لا لا اله الا الله في ظل حدا ما بعرفش الشطرنج بابجي كلياتكم بتعرف وكيد اما الشطرنج بتعرفوهاش طيب مش مشكلة الشطرنج عبارة عن لوحة مكونة من 64 مربع طول صح ولا لا اللي منكم ما بعرفش الشطرنج اه هاي التشيسبورد خليل نخذ هاي ملاحظين انه في عندي جنود وفي عندي قلاع وفرس ووزير وملك الى اخره وفي عندك صفين رح يتقابل ومزبوط ولا لا الان كل واحد من هذول له حركة بتحرك فيها وفي قيود طيب لو سألتك سؤال قديش احتماليات الحركة مثلا الاحصان هاد هاي هون اذا بدك تحركه بتحركه ممكن تحطه هون ممكن تحطه هون طيب هاي القلعة ما بتقدرش تحرك لانا مسكر عليها هون وهون اذا الجندي هاد لازم يتحرك هون اذا هتحرك لهون ممكن انا احرك الاحصان هون اذا تحرك الاحصان هون ممكن يريد يتحرك لهون ممكن يريد يرجع لمكانه قديش عدد الحركات اللي بتصير على الشطرنج في كل في كل مستوى انت بتتحرك حركة وخصمك شو قاعد بفكر بالحركة المقابلة بحيث يسكر عليك صح ولا لا هاي البروبلم لو كومبليكستي ولا هاي كومبليكستي هاي كومبليكستي بري هاي كومبليكستي بري هاي كومبليكستي بري هاي كومبليكستي بري هاي بيكو وف أن تو دي باور أن فاكتوريال ليش؟ لأنه عدد هائل جدا من احتمالات الحركة الآن مش بقولك سمعته أكيد بكزروف الروسي سمعته أكيد فيه بقولك كزروف الغلب جهاز الكمبيوتر جهاز الكمبيوتر مصمم فقط للشطرنج يعني تبتلعب معاه هذا مش جهاز الكمبيوتر في ويرد وإكسل وصوالي في في لا هذا فقط مصمم عشان الشطرنج يعني فقط فيه لعبة الشطرنج فبيحطوا العباقرة العالم في الشطرنج بحطوهم أمامه الآن الكازبروف غلبوا للمستوى السادس معناته أنا كل مرحلة من مراحل اللعبة في عندي اكسبانشن لسليوشن في عندي شجرة حلول حركات الكمبيوتر بتوقع حركتك وانت قاعد توقع حركته يعني كان أكثر واحد في العالم كازبروف له غلب وفيه لعب تسمت باسمه يعني إذا هاي تسمت باسمه حتى هاي هاي هذا للمستوى السادس للمستوى السادس غلب جهاز الكمبيوتر بس انتو عارفين بعد المستوى السادس ما قدرش يغلو بالكمبيوتر لأنه بدك يكون مخك يعني بري هيوج لأنها هاي البروبلم بري هاي كومبليكسي وصلت الفكرة إذن أنا ممكن يتواجهت عندي في الكون بروبلمز بناش نقول إنها معقدة مش معقدة لعبة الشطرانج أي واحد بقدر يتعلمها لكن السليوشن سبيس السليوشن سبيس اللي بتكون الفضاء فضاء الحلول عالي الطايم الرنينج طايم يعني اللي منكم لعب شطرانج مع الكمبيوتر لما أنت تيجي تلعب حركة وتنتظر من الكمبيوتر يلعب الحركة المقابلة شو بتلاحظ مين لعب مع الكمبيوتر شطرانج وقال لنا واعطاني الملاحظة هاي الآن مين شو بتلاحظ هل بأعطيك الحركة مباشرة بأخذ وقت أيوا دكتور بدو وقت أيوا بدو وقت شويه ليش بأخذ وقت لأنه الحركة اللي أنت تحركتها الآن بدو يشوف بالسليوشن سبيس يبحث عن إيش المضاد لحركتك فهاي الرنينج طايم تاعها قديش هائل جدا لأنه بدو يأخذ كل الحلول الممكنة المضادة لحركتك ممكن يضطر يعمل expansion لlevel of solution فvery high complexity في مسائل عندنا كثير كثير طبعا الكمبيكسي لما نقول كمبيكسي إسا موضوع التعقيد هاي ما لها علاقة بالتعقيد إنها مسألة سهلة أو صعبة لها علاقة بالرنينج تايم بالرنينج تايم للبروبلم حجم الرنينج تايم بيكون هائل طبعا مقابل time complexity قلنا في إيش اسمه space complexity وشرحنا قلنا number of memory cells or words needed to carry out the computational steps required to solve an instance of the problem excluding the space allocated to hold the input only the work space طبعا أنا لما بدو يكون عندي input data أكيد راح أستهلك من الذاكرة بحجم ال data لكن خلال معالجة ال data إذا احتجت كمان memory هاي هنا كارثي ثاني والمرة الماضية وريتكو الفاكتوريال لما يكون recursive call أو بيستدعي ذاته كيف بصير greedy يوكل بالذاكرة لأنه كل عملية شو بدها بدها ببوش على الذاكرة ليش بوش عشان نحتفظ فيها مصبوط أو للا أعطيكو مثال آخر الآن أخدتو أخدتو operating system ولا ما أخدتو سؤال أخدتو ممتاز الآن لما بصير تفرع بالبرنامج البروغرام البروغرام under execution نحن شو منسميه منسميه بروسس صح ولا لا مش منسميه بروسس صحيح والآن البروسس مكون من منظوم التعليمات جايه وراء بعضها البعض صح وببدأ الاعتماد على خوارزمية معينة لبروسسر مثل خوارزمية التومسيلو أو هاي خوارزميات بديش أجيب سيرتها بس هاي ذكرتلكو أسماها تمسلو algorithm أو scoreboarding بيبدأ يأخذ تعليمي تعليمي هاي بشكل متسلسل طيب لنفرض إنه صار branch شو يعني branch تفرؤ استدعيت function أو procedure كيف بصير عملية استدعاء function أو procedure أثناء التنفيذ بديو يحفظ حالة البرنامج الحالية بجميع متغيرات وين على الذاكرة صح ويروح ينفذ البروسيجر ويرجع لما يرجع شو بديو يعمل بالذاكرة بديو يستعيد حالة البروغرام عشان يكمل عليها مصبوط ولا لا إذن إذا كان البرنامج تاعك معبه كله branches كله تفرعات معناته أنتو شو قاعد بتساوي وروحت على البروسيجر هذا الجديد كمان فيه تفرع معناته شو عملت عملت كمان push على stack على memory كمان كمان بالتفرع صار فيه تفرع كمان عملت push على الذاكرة ممكن تروح بعملية push لا نهائية على الذاكرة بعدين فجأة شو بطلع لك الجهاز stack overflow أو out of memory شو يعني out of memory يعني حضرتك استهلكت الذاكرة كلها ليش البروبلم اللي عندك bad design مصممها أنت بطريقة مش سليمة greedy جشعة بتوكل الذاكرة واضح يا شباب طيب all previous asymptotic notation definitions are also applied to space complexity يعني أنا ممكن أطبق مفاهيم time على space مزبوط على قديش استهلكت أنت من الذاكرة بعدد الخلايا الذاكرة n ممكن يكون n تربية ممكن يكون n location زي ما قلت لكم مثلا recursive call بيستهلك ممكن يستهلك n recursive call فإذا كان عندك مليون فكتوريال رح يستهلك مليون موقع في الذاكرة إذا استخدمت recursive فهنا منقول عنها bego of an space طبعا أنا الspace قلت لكم بطل يهمنا كثير للسبب أنه الميموري الآن صارت cheap ومتوفرة لكن time هو target هو هدفنا لأن time يعني إحنا بهمنا البروسيسور يكون سريع ويكون efficient والذاكرة ممكن تتوفر ولكن بشكل عام العملية في أغلب الأحيان في أغلب الأحيان بشكل طبيعي in many problems there is a time space trade-off شو يعني trade-off يعني ممكن تكون الحل تاعك سريع على حساب الذاكرة أو بطيء على حساب توفير الذاكرة وسطة الفكرة يعني بحقق سرعة الركيرس بسريع ولكن ما له بوكل الذاكرة أو بخفف من أكل الذاكرة على حساب أزيد السرعة and vice person trade-off عادة المسائل بين space والtime ما لها trade-off طيب الآن بدي أنتق الأنوياكو بما أنه عرفنا شو الcomplexity لو طرحت علينا خوارزمية وبدنا نحسب إلها مع بعض الcomplexity كيف نحسبها يعني نفرض مع بعض الخوارزمية هاي هاي خوارزمية تمام ال-input تاح شو هو A of N R وشو الهدف ال-output sum of all numbers in an array بدك تجمع كل الأرقام ها في ال-array A مزبوط ولا لا معاين تو ماك دكتور معاك إذا شو ال-input أعطيني ال-array اللي عندك هاي وعطيني حجمها قديش N ابدأ S بتساوي 0 هذا لويش عداد عشان عملية الجمع مزبوط I بتساوي 0 while I أقل من N تمام هذا عشان يعد قديش عدد الأشياء اللي احنا دخلناها S طبعا هذا C to code هذا C to code هاي ال-step الأولى ال-step الثانية ال-step الثالثة طالما إنه I أقل من N اجمع عنصر I وI سفر يعني اجمع العنصر الأول زيد I واحد شو صارت I اثنين تمام تمام وكرر هاي العملية متى رح نتوقف من الدوران هات لما تصل I تكون ايش متى رح يتوقف الدوران لما هاي يصير ساوي لما تصير I أكبر أو تساوي N صح صح طالما إنها I أقل من N من ظل نكرر متى رح توقف لما تصير I أكبر أو تساوي N معناته العناصر اللي هون هاي وهاي كديش رح يتنفذن كم من مرة النقص واحد N نقص واحد أحسنت الناقص واحد بهمنا لا constant constant معناته شو كل واحد من هين رح تكرر N N نعتبرها N الدوران هذا الشرط اللي هون أكمل مرة رح نفحصه N مرة N زاد واحد أيوة N زاد واحد ليش لأنه أصلا رح يتوقف لما نكون إحنا فحصنا وصلة I أكبر أو تساوي N مزبوط أو لا لا فرح يصل لأن زاد واحد بالورست كيس واصلا ممكن نهمله الواحد بس على العموم N زاد واحد طيب هاي الجملة كم مرة رح نمر عليها مرة واحد وهاي مرة واحد مرة واحد طيب الريتيرن أسه كم مرة 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 طيب اجمحنا على بعض واحد زاد واحد زاد واحد ثلاثة صح N زاد N زاد N ثلاثة N وهنا واحد يعني أربعة زاد ثلاثة N مزبوط ولا لا يعني شو صارت ثلاثة N زاد أربعة شو بنصوي من الكونستانت الثلاثة والأربعة شو بصير فيهن نهملهن طبعا منهملهن ما لهن اي همية بصير الاف وفن الاف وفن لأن لما أقول أنا بمر على جملة معنا أنا سننفذها أنا سننفذها وما أن نفذتها إذن البروستسر أخذ cycle أخذ cycle أخذ cycle أخذ time أخذ وحدة زمن لكن هون وحدة الزمن بغض النظر قديش كمية الزمن اللي بأخذها البروستسر أنا أخذت وحدة زمن هون وهون أخذت وحدة زمن هون أخذت عدد وحدات زمن بمقدار N اللي هو حجم البيانات زائد واحد الكونستنت هاي تهمل بالنهاية بيقو في قديش هاي تقول أوفان أوفان وهذا صحيح لما أنت بتجمع الأرقام لبعضهم بتصفر عدد تقول الأول زائد الثاني زائد الثارث زائد الرابع لأوين وصلت لعند أن إذن هاي بالورست كيس قديش بيقو أوفان فهمناها دكتور نعم هس هون انت قلت أنها تتنفذ يعني يعني أقل يعني أن ناقص واحد عدل مرة تتنفذ فيها نعم هس هي مش مفروض أن لأنه إحنا بلشنا من الصفر إنه لو أن عشرة راح يكون من الصفر إلى تسعة فهو هون آي آي أقل من من أن نفرض أنه أن أن عشرة آه احنا بلشنا من الصفر مظبوط فالآن متى راح تتوقف هون السؤال يعني أنا هون آي أقل من من عشرة معناته من صفر إلى تسعة صحيح بس من صفر إلى تسعة هو عشرة لكن متى راح توقف فعليا عشرة بس لما تصير لما تصل آي أكبر أو تساوي أن بس لا عندما تساوي أن بالضبط راح توقف ليش لأنه أصلا أنا بادي من صفر من صفر إلى تسعة لكن العشرة مش راح تدخل فالعشرة هي كأني بقول له آي زايد واحد مظبوط لا لا أنت قصدك هذول اللي هون إذا اعتبرت أنه أن عشرة فهاي مر عليها فعليا أنه هو مر عشرة مر أن ليس لأنه إحنا بلشنا من صفر كلامك صحيح لكن لو بلشنا من واحد الأمور بتفرق صحيح ما في مشكلة المقصود أنا بشكل عام بشكل عام يعني سواء كانت أن أو أن ماينس ون بالنهاية أنا الواحد هذا ما بفرق معي حتى هون حتى هون الواحد شباب حدا جالس بسيارة أو عنده تشويش معين في شي بشوش علينا يا شباب طيب اللي سألت السؤال معاي معك دكتور كلامك صحيح لأنه إحنا بلشنا من وين من صفر عند الصفر هاي أن صحيح صحيح كلامك فلو فرضنا إني أنا دخلت أن عشرة فيفترض إني أمشي من صفر لتسعة صحيح هيك بكون عدد العناصر اللي بالقرية عشرة لكن إذا أخذت العشرة بصير من صفر لعشرة قديش عدد العناصر صار 11 صح فهون هاي رح تتنفذ أن زائد واحد أن زائد واحد عشرة زائد واحد اللي إني 11 تمام لكن هون فعليا نعم كلامك صحيح أن مش أناقص واحد أناقص واحد إذا بلشنا من واحد إذا بلشنا من واحد بس ثون إحنا بلشنا من وين من صفر كلامك سريم 100% بغض النظر عن أي إشي الكونستنت هذول ما بيهمنا بالمرة بيهمني الرقم الكبير شو هو الرقم الكبير أن الفنكشن طلع ثلاثة أن زائد أربعة الثلاثة رح تروح والأربعة رح تروح رح تصفي عندي شو بي جو أوف أن بي جو أوف أن نخذ الإجزامبل الثاني هذا مش محلول خلينا نحله مع بعض هذا طبعا لاحظوا كيف لما نكتب ألغوريثين من شو نحط شو الإمبوت شو الأوتبوت الإمبوت شو هو الر of size n تمام شو الهدف the maximum number in array الهدف من هاي المشكلة إنه نوجد الرقم الأكبر ها ضمن هال array ضمن هال مصفوفة طيب سؤال بدي أسألكوا إياه بطريقة بسيطة واحد يقول لي كيف منلاقي أكبر رقم ضمن مصفوفة ضمن فيكتور أو متجه عشان نفهم اللي قدامنا في حد بعرف اللي أخذوا عندي بايثون هذا كتبناه بدل المرة مرتين وعطينا حتى كيف نوجد المينموم إذا في حد منكو أخذ عندي البايثون دكتور اللي هو من قارن كل عنصر بالثاني إذا بدنا نقارن كل عنصر بتحصل الوضع مختلف أنا بدي أوجد أكبر عنصر في مجموعة من العناصر ببساطة ببساطة شديدة هيك سورفة سلافة عادية آه تفضل في فنكشن ماكس ومن آه الماكس الماكس بدأ أوجد الماكس شو بأسوي في فنكشن صح لا لا ما بدي عن طريق الفنكشن احنا احنا كتبنا لها خوارزمية هاي خوارزمية اللي قدامك هاي خوارزمية اللي قدامكو هاي خوارزمية بدنا نكتب خوارزمية تمام الآن الخوارزمية ببساطة بتقول لك بتقول لك لاحظوها بدي أحكيها حكي أفرض أنه أول عنصر بهالعناصر هو أكبر واحد شو ما نسوي بنفرض أنه أول عنصر بهالعناصر مين هو هو أكبر إشي لا بنأخذ بقية العناصر ومنقارنها معاه إذا لقينا أكبر منه بنخليه هو الأكبر وصلت الفكرة آه صحيح طيب خلينا عشان أوضحي لكم الصورة أكثر هون Find the Max أنا بحب الرسم الرسم بعض الأحيان بوضح أكثر Find the Max in a Victor آه خلينا نشوف بالله بالله انتبهوا لي كويس شافينا عناصر خمسة عشرة ثلاثة خمسةاش اثنين عشرين تمام معاينتوا معاك دكسل طيب هنا بدي يوجد الماكسيمم آلو في حدا بحكي في حدا بحكي يا شباب قاعد طيب الصوت عنده في مشكلة طيب مش مشكلة طلوا الآن هذا بنفس الطريقة مواجد الماكسيمم والمينمم جاي جينا على جاي على أول عنصر اللي هو العشرين شو عامله الماكس الآن بيجي على ثنين هل هي أكبر من عشرين لا هل خمسة عشر كبر من عشرين لا هل ثلاثة كبر من عشرين لا هل عشر لا معناته ثبت عندي مين الماكس عشرين طيب لو بدأ وجد المينمم نفس الطريقة مكاني أفرض أنه العشرين هي المينمم هل اثنين أقل من عشرين نعم معناته حط اثنين طيب روح على الخمسة عشر أقل من اثنين لا الثلاثة أقل من اثنين لا العشر أقل من اثنين لا الخمسة أقل من اثنين لا معناها ثبتة اثنين إنها هي إنها هي المينمم وصلت الفكرة معناته بفرض أول عنصر هو العنصر الأكبر وبأخذ بقية العناصر وبقارنها بالنسبة إله معايا شباب معايا الفكرة بسيطة جدا وكل ما لقيت أكبر منه بستبدله إذن نرجع لموضوعنا هون إذن البيغست فرضته مين هاي البيغست فرضته إيش أول عنصر اللي هو data of zero طبعا لما أقول الـ input data معلاته حجم الـ data هاي قديش قديش حجمها وأن مالها محناش عارفين قديش محناش علاقة إحنا منودي لك الـ data بعدين والـ data هاي حجمها إحنا محناش عارفين قديش لكن الـ data هاي على شكل أريه فأول عنصر بفرضه هو إيش البيغست طيب بقول for val in data معناته هون كنت شو سويت لوب على لوب على الـ data تمام لوب على الـ data واحد يقول لي طيب أنت فرضت والواحد هو الأكبر ليش أرجعت مشيت على الـ data كلها بقول لك مش مشكلة منزيد بس مقارنة واحدة بيقارنة الإشي مع نفسه إذا كانت القيمة اللي في الـ data أكبر من البيغست اللي فرضته إنتي الفرض هاي اعمل شو يعني استبدل القيمة البيغست الجديدة ها بتصير هي الفال وإلا منكرر الدوران منظل اللوف مظبوط ولا لا حتى نلاقي وإذا ما لقينا خلص معناته منطلع من الدوران لما نطلع من الدوران بكون معنا شو آخر قيمينا بيغست مظبوط هاي ها هون the initial value to beat for each value if it is greater than the best so far we have found a new best so far when loop ends biggest is the max فهمتوها ولا عيدها أنا مش مطلوب من أن أفهمها ولكن أنا بدي عشان تفهموا الخوارزمية هاي لشو فهمتوها يا شباب ولا أعيدها أعيد ها مفهومة مفهومة بسيطة كثير نيجي الآن بدينا نحلل هالطريقة هاي ها هالطريقة هاي نشوف الكمبليكس التعتاء في طالبي قالت من قارن العناصر مع بعضها وين هاي الطالبة هيني آه شو اسمك سماء سمر سماء 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 يا سماء حكيتي أنت من قارن العناصر مع بعضها كلامك في منه صحيح لو أخذنا ثلاث عناصر نقدر إحنا نقول من قارن العنصر الأول مع الثاني إذا كان أكبر منه من رد نقارن العنصر الثاني مع الثالث الثالث مع الأول العملية لغاية ثلاث عناصر أو أربع عناصر مقدور عليها لكن لو قلنا عندنا مليون عنصر بقدر قارن العناصر مع بعضها هل الخوارزمية اللي انت فكرت فيها يا سماء إفيشن هو كان قصد أنه نعمل مش مشكلة مش مشكلة ترى ترى إحنا أول يعني كلياتنا كبشر يعني شوي شو علاقتها بالداتا ستركتر تمام ولا لا فالحل اللي فكرت فيه انت فكرت بحل أوكي هذا الحل أكسبتبل لكن مش إفيشن الآن الآن الحل هذا اللي أمامنا إفيشن ليش لأنه بقولك افرض أنه أول واحد هو الأكبر وقارن بقية العناصر بالنسبة له إذا لقيت أكبر منه خليه هو الأكبر هاي الفكرة هاي الفكرة كلها فصارت إفيشن الألغوريثم طيب لو بدنا نحسب الكمبليكسيتي لطريقة سماء والكمبليكسيتي للطريقة هاي منلاحظ أن الطريقة هاي بتطع الكمبليكسيتي لها أقل بكثير من طريقة سماء طيب في واحد ممكن ييجي يقول يا دكتور أنا بدي أعطيك طريقة ثالفة أحسن منه كلهن مين بيقيتيني طريقة أخرى آه في واحد ييجي علي وقال لي يا دكتور اعمل رتب العناصر وخض أول عنصر منطق ولا مش منطق آخر عنصر يا دكتور الأول عنصر لا أول عنصر رتب رتب تصاعديا آه اللي هو الاندكسيتي سالي بواحد رتب تصاعديا من الأصغر للأكبر معناته بنأخذ آخر عنصر وإذا بدك ترتب تنازليا بنأخذ أول عنصر صح؟ صحيح منطق ولا مش منطق منطق مش بكون أكبر عنصر آخر شي إذا رتبنا تصاعديا وإذا رتبنا تنازليا بكون أكبر عنصر هو أول واحد معناته أنا بقدر أعمل سورتنج طيب السورتنج السورتنج الترتيب شو هو الترتيب مش الترتيب لازم قارن العناصر مع بعضها معناته رجعنا لطريقة مين لطريقة سما رجعنا لطريقة سما بدلاً قارن العناصر مع بعض لكن سما ما قالت لي شورت قالت لي منقارن العناصر مع بعضها أنا بقول لها أكسبتبل بس أكسبتبل لغاية ثلاثة أربع عناصر لكن إذا كان لدي أهيوج نمبر أف إليمتز أستطيع أفضل هذه سورتنج صح أو لا صح طيب السورتنج يا دكتور طيب كيف بدأ نعمل السورتنج هذا فيلم ثاني السورتنج السورتنج في حوالي 12 طريقة للسورتنج وكل وحد يقلها كومبليكسيتي مختلفة عن الثاني لكن البست اللي معروف عالميا بيقو فانلوك الآن بدنا شي خلينا الآن هاي الخوار الزمية فهمناها فهمنا شو بتسوي بدنا نحسب الكومبليكستي لها نيجي على أول عنصر هون خليني أعمل النوتيشن هاب قديش رح يأخذ هذا أكمل وحدة زمن واحد واحد طيب for val in data تمام الجملة ال-f statement هاي هاي الجملة قديش رح تتنفذ n n تمام ولو بدي كل مرة أفحص in يعني الشرط هذا in data كمان هذا شو رح يأخذ n برضو n طيب بعد ما يطلع من الدوران هذا كلياته مش هذا دوران هاي الدوران هيك بعد ما يطلع من الدوران رح يجي ينفذ هاي هاي قديش رح توخذ واحد 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 زائد n زائد n زائد واحد شو صارت اثنين n زائد اثنين هاذ بروح وهاذ بروح شو بصفي عندي بيقو بيقو of n بيقو of n تمام بينما انا قاعد بقولك افضل طريقة للترتيب معروفة لغاية الان بتأخذ بيقو اللي هي الكويك سورت بتأخذ بيقو of n log الان معناته سؤال فني مين افضل اني اعمل سورت وهاي احسن احسن طريقة تسورت يعني معروفة بتأخذ وقت بيقو of n log الان وهاي الطريقة اللي احنا سويناها الان بتأخذ قديش بيقو of n مين افضل اني اعمل سورت نرجع للمنحنة اللي شفناه فوق بيقو فان لينير وبيقو فان لقلن اكبر من بيقو فان مزبوط معناته طريقتنا هاي more efficient more efficient وصلت الفكرة يا شباب تمام اذا نكمل نأخذ فكرة ثاني اذا هذا الورست كيس 2 and plus 2 هاي طبعا البست كيس ممكن يصل 3 and لانه من صفر لانه مش مشكلة يزاد واحد اذا رح تصفى قديش بيقو of n نأخذ sequential search انا اعطيتكم sequential search صح ولا لا ذاكرين ولا لا شو يعني sequential search البحث الخطي هاي عناصر هاي array اكمل عنصر فيها تبدأ من 1 2 3 رغاية قديش 8 افرض اني بدي ابحث عن 34 هاي خوارزمية linear search بدي ابحث عن 34 30 باجي على اول عنصر اللي هو a of one هل بساوي 34 نعم اكمل مقارنة عملت اظن واحدة طيب اذا هاي البست كيس انك تلاقي طلبك اول اشي طيب افرض اني انا بدي بحث عن 54 اجيت على اول عنصر هل بساوي 54 لا بنتقل لين للعنصر الثاني هل بساوي لا للعنصر الثالث لا الرابع لا الخامس اه مشيت قديش تقريبا تقريبا لنص البيانة average اه average كيس طيب افرض اني بدي ابحث عن الاربعين جيت على اول عنصر لا الثاني لا الثالث لا الرابع لا الخامس لا السادس لا السابع لا الثامن لا معنات ومشيت على كل العناصر اذا الحال السيئة لها هاي قديش لي بقو افان ليش لاني بالحال السيئة مشيت على كل العناصر هاي الخوارزمية تاعتها وقل لك 4i من واحد لان طب كيف بدي اكتب لكي اياها كبرنامج نكتبها كبرنامج لويش شاه عشان ما بفريكتر البرنامج نفس الخوارزمية وبالنهاية راح يتحول لو قلنا l equal مثلا واحد فاصل اثنين فاصل ثمانية فاصل اربعة تمام هاي لست معين 2 معين 4 i n l تمام if طبعا هون بدي يقول ال item equal to if i equal equal item then print found break break صح مش أنا ببحث إذا لقيت العنصر تاعي بدي يطبع found خلص هاي لست فيها أرقام العنصر اللي بدي أبحث عنه شو هو مين إذا لقيته اطبع لي found و break تمام هاي ران شو أعطاني هون found هاي ران مرة ثانية أعطاني found طب بدي غير الايتم بدي أحط هون ناقص عشرة ران أعطاني شي ناقص أول مرة أكمن عملية مقارنة أخذ كنتين بس عند اثنين عملي break مظبوط يعني بإمكاني أنا أبدأ بإندكس كي بتساوي صفر تمام وإذا لقاه كل مرة بقول له آآ بعدين بقول له هون آآ اللهم صلى الله عليه وسلم بدي أقول له آآ كي بلس كي بلس إيكوال ون و break بس هون بقول له كي بلس إيكوال ون ليش؟ عشان بدي أحسب قديش عدد المقارنات اللي صارت فلو وجيت هون عملت آآ كمان آآ print آآ key هايران كديش عدد المقارنات توني اللي عملهن؟ أربعة كلهم أربعة ليش؟ لأنه مر عليهم كلهم طيب لو رجعت غيرت الـ item رجعت عملته 2 هايران 2 found واثنين مقارنتين تمام؟ طيب لو دخلت الـ item واحد هايران واحد found وقديش عدد المقارنات؟ واحد إذن هذا الـ linear search هذا نفسه إذن بالـ worst case بالحالة السيئة هذا اللوب راح لأن هاي العبارة هاي العبارة if a of i equal equal x return i خلص else هاي الجملة كم المرة راح تتكرر؟ n مظبوط؟ n إذن وبالنهاية return 0 يعني خلص توقف توقف البرنامج كل ياته معناته أنا بالحالة السيئة هاي n وهذا اللوب أصلاً في مقارنات يعني كأني بقوله 2n n زائد n فstep 1 راح تتكرر n step 2 إذا بده أخذ هاي الـ if retain وelse وإذا بده أخذ الـ else الـ return هاي هاي n وهاي n والـ else كمان كان بس طبعاً هني هذول كليات جملة واحدة يعتبرن يعني ما بصيرش أحط هني جملتين مختلفات وبالتالي مش مشكلة n اعتبر هاي n زائن رقم 3 بدها تتكرر مرة واحدة لأنه إذا عملت retain مش رح ترجع للـ function مزبوط ولا لا مش إذا مر ع جملة الـ retain خلص طلع من الـ function فهاي رح تتكرر جملة مرة واحدة طيب step 4 الـ else هاي ممكن تتكرر قديش n من المرات step 5 مرة واحدة ف3 n زائد 2 بالـ worst case الـ constant كله هذا بد يروح شو بتصفي عندي صفي عندي n طيب إذن الـ best case بالـ linear search قديش هاي أنا حطت رقية هوا هنا قديش أخضت مني أكمن مقارنة مقارنة واحدة ولقيت طلبي لكن الـ average case والـ worst case نفس الإشي الـ average case الـ case إني أمشي على نص البيانات وإذا مشيت على نص البيانات اللي هي بتها تكون n على 2 والله هي عبارة عن نفسها point 5 n والpoint 5 n معناه النص بد يروح معناه شو رح تصفي عندك n معناه الـ worst case والـ average case الـ case عفوان شو صار n وصلت الفكرة يا شباب تمام فيش فيها دوران فيش فيها إشي بتكرر لأن فيش فيها إشي بنضرب في أن خذ المثال هذا عملية الـ swap شو الـ swap بتساوي temp equal بتبتل صح الـ swap معناه عشان تفهموها شو يعني الـ swap طيب الآن بدي أكتب لك يا هون على الـ spider أوكي معلش أنا بدي أستخدم الـ spider بعطيني صورة أوضح أفرض إنه x بتساوي 10 y بتساوي ناقص 5 تمام خلينا نعمل نشطب الذاكرة نيجي هون على variable explorer ونعمل delete للذاكرة yes وخلينا هون نعمل clear وطلوا على الذاكرة الآن الذاكرة شو فيها هاي رن الذاكرة شو فيها x كديش قيمتها 10 والـ y ناقص 5 بدي أبدل أبدل قيمة x بقيمة y بالـ python بالـ python تقدر تقوله x فاصل y بتساوي y فاصل x صح صح آه خلكوا معي ركزوا لما تقوله x فاصل y بتساوي y فاصل x عملت swap شو يعني swap يعني لو إجيتنا وياك ونفذنا هاي العبارة لوحدها آه عملنا لها آه run selection هاي طلوا على قيم الذاكرة كيف رح تصير طلوا على قيم الذاكرة شو صارت بدلت بدلت القيم بدلت القيم عملت swap عملية ايش swap طيب هاي العملية قديش أخطت مني وقت قديش قديش أخطت time one وهاي الأولى one وهاي واحد زاد واحد زاد واحد قديش صار ثلاث ثلاث الثلاثة constant ولا مش constant constant أي constant برجع واحد أي constant برجع يش برجع واحد يعني هاي بيقو one طيب في واحد بقول لك دكتور مش هيك بده سويها آه أنا بده سويها هيك آه آه بده قل له temp آه بيساوي طلوا كيف بده عمل عملية التبديل temp بتساوي x آه x بتساوي y y بتساوي temp شو هذا بتساوي temp بتساوي x x بتساوي y y بتساوي temp ليش عملت هيك حسنا حسنا قيمة x قديش بالداكرة ناقص خمسة قيمة y عشرة بدي أنفذ هذول run selection رح يتبدل x قديش صارت قيمتها عشرة وال y ناقص خمسة تبدلين ولا ما تبدل لا تبدل تبدل ولو بده رد نفذ الان مرة ثاني هاي run selection رح يردوا يتبدلوا مظبوط طيب شوف رقة الطريقة هاي عن الطريقة اللي قبليها هاي بتعمل السواب هاي بتعمل السواب هاي اخذت واحد 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 رجعت كمان كل هن واحد يعني نفس الاشي بس شو اللي صار طلوا هون شو استهلكت أخذت مكان زدت زدت مكان في الذاكرة بس مهم بس مهم كثير لا مش مهم لأنه مكان واحد لا يؤثر على الذاكرة مكان واحد مش قريب بس اللي عملته أنا قبل شوي لأنه اللغة بتسمح لي أكتب X فاصل Y بتساوي V فاصل X واتوماتيكيا اللغة بتسمح لي فاللغة ساعدتني في هذا الموضوع لكن بالنسبة إنه نحنا نرجع للمثال اللي حاطينه هاي واحد أخذت واحد أخذت واحد هذا function بيعمل swap بين A و B بصير قيمة A في الذاكرة مكان قيمة B مع الحفاظ على القيم نزبط ولا لا فهذا شو برجع ثلاثة الثلاثة شو بترجع واحد وصلت الفكرة طيب شوفوا 4X in range of C C is a constant C is a constant شو يعني constant مش أن ما تعاملنا مع N هون خليكم معي ما تعاملنا مع N تعاملنا مع إيش مع C وC رقم ثابت 1100 مليون قد ما بدك فX هاي الدوران هاذ قديش رح يلوف إبرينت X قديش رح يمر عليها C plus 1 على حدث C آه ما هو رح يأخذ من الصفر لC ناقص 1 يعني C مش رح تدخل C مظبوط فمن 0 to C minus 1 معناها to C minus 1 إن minus 1 بروح شو بتصفي C مظبوط ولا لا والC constant ولا مش constant constant وقلنا أي constant شو برجع واحد آه برجع واحد هاي رح ترجع C ومنها رجعت C والC constant زي هون ثلاثة الثلاثة شو رجعت واحد بشكل عام بشكل عام أي برنامج بأخذ constant execution تنفيذ ثابت يعني ما بعتمد على أن معايا شباب ما بعتمد على أن معناته هذا إيش عبارة عن بي جو أوف ون بي جو أوف ون ما بعتمد على حجم الداتا اللي داخله بعتمد على constant وبالتالي constant برجع ون فإذا كان عندي البرنامج معروف نهايته قاعد أنا بقول بي جو 100 input خلص 100 input بي جو أوف ون الدوران هذا الدوران هذا لحاله بس ننتبه إذا كانت الدورانات متداخلة الوضع بفرق إذا كانت الدورانات مستقلة عن بعضها الوضع بفرق المرة الجاية منكمل أوكي عند أي سلايد وصلنا سلايد 18 أوكي يا شباب في أحد عنده أي سؤال قبل ما أنهي الجوز أخذت من وقتكم في أحد عنده أي سؤال نعم تفضلي بصرت مثل حضرت الأسبوع الماضي نزلتها اليوم أوكي أتكرار نزلتها وموجودة على اليوتيوب والأمور 100% أوكي بس قبل ما تنهو بدي أستعرض اللي موجودين إذا سمعتو يعطيك العافية دكتور الله عافيكو سارة حداد هنا نانا ريم مين نانا كي أتش ريم أنا دكتور وريم موجودة دكتور زايد عبيدات أحمد الجراح أهلا أنطاوع إلياس سكر أناس النجار آية العمرات بتول الجراح دعاء سوالمه دينا العمري راما شخاتره رسول الزعبي سارة الزعبي سارة الحاتمي سارة حداد سجز ريقات سمالغول عبد الرحمن عبيدات عز الدين المومني عمر الشرمان عوض الجرارحة نعم محمد قوسيني محمود صباحين معاذ فعوس ملاك الرباعي مؤمن بني علي ميار علاونه نور الدين أبو علاوي نور الدين هزايمه نور الجراح حيتم عطالله في حدا ما طلعتش اسمه اوكي يا شباب سؤال فني للجميع واضحة الأمور بالنسبة لكم ولا مش واضحة طريقة الشرح واحد دكتور تمام واضح دكتور يعطيك لا اعطيكو توتوريال اتحلوها بوقت المحاضرة يوم السبت تمام تمام يعني تحلوها بنفس اللحظة يعني مع شكل كوز بس هو مش كوز يعني المهم توتوريال يعني نشاب تحلوه ومن خلاله بعرف مين دخل وحلوه بنفس وقت المحاضرة يوم السبت طبعا مش مش دخول على الزوم ممكن تدخل على تلاقي التوتوريال موجود اوكي اوكي يا شباب بوقتها ما تحت نزل نحاضر محاضرة هاي اه المحاضرة هاي بعد ما يصير التسجيل بعد ما يكمل تسجيلها لانو الان بس انهي الزوم بدها وقتها بينما تسجل وحطها على على اليوتيوب اوكي ان شاء الله ما في مشكلة ان شاء الله انت مدام حضرتي خليك الان مش رح تحضريها مباشرة بس خليك شوي بتروت تحضريها بتعملي ريفرش للذاكرة احسن تحضريهاش مباشرة بعد المحاضرة اوكي اوكي ان شاء الله الله يعطيكو العافية يلا بالتوفيق ان شاء الله من اللي باعت لي موجود موجود دكتور اوكي اوكي ما في مشكلة الله يعطيكو العافية